عدوا مشروع شاطئ العقير الجديد أحد أهم وأبرز المشاريع التنموية والحيوية البارزة بالمنطقة الشرقية وللاطلاع على مستجدات المشروع والمراحل النهائية منهم عن الزميل سلم الراجح الذي يقف حاليا على أرض المشروع سلم مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة كيف هي الصورة لديك؟ ما هي المراحل التي تم إنجازها في هذا المشروع حتى الآن؟ مرحبا نايف كما ذكرت نتواجد الآن في الجزء الجديد الذي سيتم تأهيله من شاطئ العقير هذا المكان هو جزء من شاطئ العقير الكبير المشروع الجديد قرابة سيكون على مساحة 80 متر مربع تقريبا سيكون على مساحة 80 متر مربع تقريبا بحسب أمانة محافظة الأحساء سيكون يستوعب يوميا 3000 زائر بمعدل سنة ويصل إلى مليون زائر مشروع تأهيل الجزء الثامن من شاطئ العقير بدأ قبل شهر من الآن ومن المتوقع نهايته بعد ستة أشهر في منتصف عام 2021 كما تشاهد بدأ تجهيز الموقع بالمسطحات الخضراء كما تشاهد بالصورة أمامك إضافة إلى بعض الأشجار وبعض المواقع المخصصة للزوار كذلك تم تجهيز الموقع ببعض الملاعب الشاطئية في الرياضات الشاطئية مثل ملاعب كرة القدم وملاعب كرة الطائرة كذلك حتى الآن لم يكتمل المشروع مثل ما ذكرتلك سيكتمل في منتصف 2021 طبعا شاطئ العقير هو أول شيء الجديد قبل أن نتطرق إلى مكان شاطئ العقير الشيء الجديد في هذا المشروع هو أنه سيتم تخصيص مكان مخصص للمخيمات مكان نظامي مخصص للمخيمات وهو تطوير لتجربة كانت قد ابتدأت في شاطئ العقير وهو تخصيص أماكن للكارفانات سيتم تخصيص أيضا أماكن مخصصة للمخيمات لمن يريد أن يمكث عدة أيام في هذا الشاطئ شاطئ العقير نايف يبعد عن مدينة محافظة الأحساء قرابة ساعة واحدة وهو مقصد لكثير من زوار منطقة شرقية أو حتى من أهالي المنطقة الشرقية خصوصا في أوقات نهاية الأسبوع